طيب برضو في سؤال تاني طبعا أسئلتنا كتيرا عن سيدات الوالدة أو المشكلة بتاعتروات البطن إمتى الوقت المناسب لعمل العملية دي بعد الولادة؟ ده سؤال كويس أنا بأفضل بعد الولادة بست شهور لأن الراحم بيرجع لمكانه حجمه الطبيعي يعني الراحم بيكون في الحوض قبل الحمل وبعد كده بيطلع البطن ويجبر فبيرجع لحجمه الطبيعي بعد ست شهور ومكانه الطبيعي فالعملية بتطلع حلوة قوي لو احنا عملنا بعد ست شهور فيه ناس بتقولك لأ أنا مش هدخل عمليات مرتين فأنا أعملها مع الولادة يعني أعمل شد بطن مع الولادة ممكن نعملها كده بس النتيجتها مش بتكون أحسن حاجة لأن الأنسجة كلها بيبقى فيها تورم حملة يعني آه بالضبط فأنا أفضل إن هي تخلص الولادة وست شهور ست شهور الأنسجة كلها ترجع مكانها وتهدى مكان الولادة القيصرية أو الطبيعية دي ونعمل بقى شد بطن بعد ست شهور فيه بقى معظم دكاترة النساء بيقولوا لا نعمل قيصرية تجميلية نحن نشد البطن مع القيصرية فيه ناس بتعمل ده هو مش غلط يعني مش ممنوع أو غلط بس نتيجته مش بتكون أحسن حاجة ناضح مشكورك طيب يمكن برضو أسئلة تاني على فكرة الحمل الناس برضو بتقول هنا لو خططت إن أنا أعمل حاجة زي كده هل إجراء يعني لو عملت شد هل لو حملت تاني بقى فكرة مش تبقى زكية أو ساعتها لا عادي ممكن تحمل تاني عادي بس منفضل إن الحمل يتم بعد ست شهور لسنة من عملية لأن عضلات البطن إحنا منخيط عضلات البطن ونرجحها تاني مكانها فبتاخد لها فترة من ثلاث شهور لست شهور عشان تريح بقى فمنقول لها مثلا أنت لو عايزة تخلي في تاني يبقى خلي يفضل إن الحمل يبقى بعد ست شهور لسنة عادي حد برضو يمكن معني الموضوع للتغدير فبيقول إيه هو نوع التغدير وشكل الألم بعد العملية دي كويس قوي التغدير شد البطن ممكن نعملها على تغدير نصفي أو تغدير كلي أنا بخير الحالات يعني بقول لها أنت مش عايزة تنامي تغدير كلي تبقى صحية وبتتكلمي معانا عادي تغدير نصفي مفيش مشكلة والحال التاني إن هي عايزة تنام تغدير كلي فممكن نصفي أو كلي ده نوع التغدير لو منتكلم على الألم طبعا الألم بيبقى زي ألم الولادة ألم القيصرية اللي بعد الولادة بس فيه طبعا دلوقتي حاجات تقدمت جدا فيه جهاز ألم بنركبه للعيانين بيتركب في الكانيولا كده بيقعد ثلاث أيام أو ست أيام ده بيبقى فيه ألم خالص بيبقى فيه شوية مخدر كده بيضيع الألم فجهاز الألم ده برضو من الحاجات اللي خلت الناس تدخل تعمل عمليات تجميل عادي عشان الألم يعني فجهاز الألم ده حاجات يعني ده موجود ومن تقريبا كل الحالة بتطلبه دلوقتي وفيه ناس برضو بتستخدمه في الولادة يعني فيه ناس بتغديره في الولادة القيصرية بيقولك ولادة بدون ألم هو زيها بالظبط نفس الفكرة نفسك فكرة نفسك فكرة ترجمة نانسي قنقر